اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للسيد المدير هذه النقطة الاولى النقطة التانية اعتمدت حسب روايات الادارة على مذكرة صادرة سنة 2011 والادارة لا تعلموا ما معنى نسخ القوانين باعتبار ان هذه الادارة نفسها اصدرت مذكرة 135 على سنة 2017 لتنسخ مجموع مذكرات التنافس حول السكن بما فيها المذكرة 40 التي نسختها جزئيا في العالم القاروي المذكرة 135 تنسخ على التنافس بين الأساتذة حول السكن لكل هذا حاولنا في الجامعة الوطنية التعليم المنظوية تحت الوائل التحاد المغرب الشغل السير سيرة الهدوء اتصلنا بالسيد المدير تواصلنا مع السيد المدير الاقليمي راسلنا السيد المدير الاكاديمية راسلنا السيد عامي الاقليم بولمان حاولنا استغلال الوساطات لحالة المشكل فكلفنا مجموعة من المديرين مجموعة من رؤساء المصالح لكن الإدارة سارت في سيرها وحرمت الأستاذة الموجب السفيد من السكن البني من طرف المبادرة الوطنية التنمية البشرية كما تثبت اللوحة المعلقة على هذه البناية وبعد هذا القرار أصبحت الأستاذة مجبرة على السكن في هذه الخيمة في انتظار إنصافها من طرف السيد وزير التربية الوطنية إضافة إلى نحن نقف هنا مساندة للأستاذة واحتجاجا على التدبير الارتجالي والسكوت والسكوت المديري الاقليمي والأكاديمي الجهوية عن خرقات هذا المدير والمتمثلة فيه عزه التام التواصل الجيد مع الأستاذة لعلمكم هذه المؤسسات تتضمن فقط خمسة أستاذة هذا السيد المدير عجزت عن تدبير تواصل جيد مع خمسة أستاذة هنا لا نتحدث عن مؤسسات تتضمن ثلاثون أو أربعون أستاذ هذا السيد المدير حاول عرقلة سير الاستحقاق الوطني لانتحانات البكالورية الموسم الماضي وطالبنا تدخل المديرية الاقليمية لحد الآن لم نلاحظ من المديرية الاقليمية أي تدخل نطرح التسأل كيف لهذا المدير أن يسلم استدعاءات ويبلغ أستاذة بضرورة الحضور لحراسة امتحانة البكالورية ليستفسرهم فيما بعد عن تغيبهم رقم واحد هذا السيد المدير حاول إجبار الأستاذة على توقيع وطائق في غير وقتها توقيع ما حاضر دون وصول وقتها قبل آجالها قبل إنتاجها أصلا هذا السيد المدير حاول مرارا تهديد الأستاذتين هذا السيد المدير أخلى بالاتفاق الذي كان حاضرا فيه فئة ممتلين عن الإدارة التربوية رؤساء المصالح ممتلين المديرية ممتلين الجامعة الوطنية للتعليم منضوية لواء الانتحاد المغربي للشغل وكذلك الأستاذة هذا السيد المدير يحاول تغليط الأستاذة مرارا من خلال قراءته لمذكرات تربوية بشكل خاطئ فحاول فرض عليهم إجراء فروض المذكرة تنص على أنها شفوية ليجبرهم على إنجازها كتابيا مع أننا سنبلغ عن جموع الخرقات في هذا المجال والأمثلة عديدة هذا السيد المدير أصبح الآن يتحاور مع الأستاذة من النافذة يغلق الباب ويتحاور معهم من النافذة وكأن الإدارة أنجزت لسكنه ولم تنجز كمرفق عام يدخلها كل من له حاجة بذلك هنا نطرح السؤال ونتسأل مع الأكاديمية الجهوية التربية التكوين ومع المديرية الإقليمية ومع السلطات المحلية لماذا يتم حرمان الأستاذة من سكن ليعطى لمدير أصلا لا يحضر إلا نادرا أصلا لا يحضر إلا نادرا كما نطرح السؤال على الأكاديمية الجهوية التربية التكوين والمديرية الإقليمية ماذا فعلت وما هي الإجراءات التي قامت بها حينما تغيب لمدة ما يقارب ثلاثة أشهر دون أن يزور المؤسسة وكيف كان السير العام للمؤسسة أنداك لنستنتج هؤلاء الأساتذة كانوا يشغلون بجدية في غياب هذا المدير وهم الآن يعانون من ويلاته ومن ضغطه النفسي من هنا ندعو جميع الجمعيات الحقوقية والإطارات التقدمية لمسانة وجميع المنظمات التي تهتم بتعلم الأطفال في العالم القاروي التي تهتم بالعنف ضد النساء في المغرب لمساندة هذه القضية وفي الأخير نجدد أن الجامعة الوطنية للتعليم المنظوية تحت المغربي الشغل بإقليم بولمان كانت مجبرة على هذا السبيل نتيجة الآدان الصماء لكل من الإدارة ولهاء لكل من هذا المدير الذي لم يخطو ولو خطوة واحدة اتجاه رأب الصدع تحية نيضالية تحية نيضالية اشتركوا في القناة